الاناني بص يعني الشخصية الانانية دي تخلي الواحد يطفش من البلد كلها من عالكوكب يعني انت طول الوقت بتدي وتول الوقت مبسوط وتول الوقت يعني ايه طب كلمة طب تقدرني بكلمة ليه ستات طول الوقت بتشتكي من عدم التقدير من الشخص الاناني احنا قبل ما ندخل في ان الشخص الاناني بيحس اصلا بالناس اللي حواليه ولا لأ خلينا نقول نتكلم علامات هنقولها النهاردة تقولك او تقولك انت بتتعامل مع شخص اناني يعني خلي بالك كده اللمبة الحمره تنور خلي بالك ده اناني ايه العلامات دي يا ياحي؟ اقول انا بشكولك على الموضوع ده لان فعلا كتر والناس بقى تتعايش معها قوي ومحدش بيقول انا تعبت او يوقف اللي بيحصل احنا ما بنقولش غير بعد خراب ملطة يعني يكون الحياة خربت والطلاق تم وحسائر كلها الانانية الشخص الاناني هو انا ومفيش حد غيري اهم حاجة انا انا اللي تدوني كلكم مشاعر انا اللي تهتموا بيا كلكم انا المحور الكون مليش دعا بحد وما بهتمش بحد ومش فالق معايا حد المهم انا دي من من الحاجات العلامات الكبرى في الانانية الاناني هو اهم حاجة نفسه ما بيفكرش في الاخر ومش معطاء على فكرة مش معطاء لا الاناني مش معطاء مع ان الاناني بيبقى لابس ماسك العطاء في بداية اي علاقة طب ازاي بيقدر يدي في البداية وبعد كده بيرجع تاني لدوره الرئيسي المفاجأة ان احنا بنتخيل ده هو مش حقيقة يعني احنا بنتدعي ده احنا بنبقى نفسنا نعيش اللحظة فبنقنع نفسنا ان هو معطاء في البداية المفاجأة ان المعطاء هو بيعيش معه شخص المعطاء قوي زيادة عن اللزوم هو بيجذب ليه الشخص الاناني اه انا كانت الحكاية ده محيراني ومجنناني يعني دايما تلاقي الشخصية يعني انا مثلا كايمان معطاءة جدا في حياتي وطول الوقت اقول يعني نفسي في حد نص العطاء ده فدايما بجذب الانانيين اللي حظة بالزبط بالزبط يا ياحي زي ما قلت دي مهم اقول ليه ليه دايما الشخص المعطاء في حياته شخص ينكد عليه طول الوقت ويبقى بخيل في كل حي بصي ربيه صحوة تعالى خلقنا فيه توازن لو انا بدي زيادة عن اللزوم ده غلط قوي الايه لو انا بدي زيادة عن اللزوم ده غلط قوي بيبقى اللي حوالي بجذب زي ما انا قلتلك بجذب الشخص الاناني هو بلانس كده فمين اللي بقى في الراوند اللي حوالي الاناني هو ده اللي بييجي وانا بمبسط خدي بالك بس المعطاء قوي هو بيستمتع بالشخص ده وما بيختارش غيره ليه لانه هو بيغزي حاجة عنده العطاء زيادة عن اللزوم بيغزي حاجة عنده العطاء ونفس الحكاية الاناني بيتغزة على اللي عنده عطاء كتير الله ينور عليك فهم اللي اتنين بيتغزوا من بعض ده انا بجبع رغبتي في العطاء وبيدي زيادة وبيدي حب انا على فكرة هو الشخص المعطاء ده هو مش فالق مع الشخص هو فالق معا حد آخر انه يديله بيجبع في رغبته والاناني نفس الكلام فهو لو انا متوازن انا مش هكذب شخص اناني ده مهم او ده تست لو انا عندي شخص في حياتي اناني تشيكي يورسلف شوف نفسك انت الاول يعني يا يحيا انت عايز تقولي ان انا كمعطاء انا مش بتكلم علي كايمان بتكلم على العموم من ستات او ارجال انا لو شخص معطاء يبقى الغلط عندي انا مش عند الاناني معظم كده يعني انا بدي الناس الحوالي سعادة وكل حاجة وجدعانة وحبه وكل حاجة وفي الاخر يطلع المعطاء هو اللي فيه لعيب مش الاناني دي حقيقة ليه بقى لحد ما ناخد درس نبقى متوازنين اللي هو لازم ناخد الدرس غصبا عننا وناخد على دماغنا عشان نبتدي نعمل بلانس توازن ما بين النانات دي واخد الله ينور عليك ده درس الحقيقة بقى ده العلاقات الحقيقية النجحة هي وين وين انت كسبان انا كسبان من اسوأ العلاقات اللي هي لوز وين انا مش مشكلة المهم منت او العكس ان انا اهم واحد وانت مش مشكلة دي خلل انجح العلاقات اللي في حياتنا هي وين وين انا باخد وبي باخد منك وبيديلك انت بتديني وانا بديك